نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من فيديو يزعم متضرر مجموعة من التمثيل الأثرية بمنطقة أثار سقارة نتيجة عرضها على طاولة بطريقة غير لائقة وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة السياحة والأثار والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة على أن منطقة أثار سقارة وجميع مقتنياتها من التمثيل والقطع الأثرية سليمة وآمنة تماما ولم تقع بها أي أضرار على الإطلاق مشيرة إلى أن عملية عرض أي قطع أثرية تتم وفقا لإجراءات محددة يراعى فيها كافة معايير الأمان والسلامة وذلك بهدف الحفاظ على الآثار المصرية من أي محاولة للتلف ترجمة نانسي قنقر